في زمن الحرب تولد الابتكارات لدى الشباب اليمني فقد حول شاب القذائف ومخلفات الحرب من أدوات قتل وموت ودمار إلى أدوات سلام وأمان يحتمي بها النازحون والمواطنون خالد علي الشاب عشريني يعمل بائع للخردة بات مؤخرا يملك محلا لتجميع مخلفات الحرب وشرائها من المواطنين والجنود وإعادة تدويرها استغل الشاب وجود الأكوام الكبيرة من مخلفات الحرب من القذائف المنتشرة في مناطق المواجهات لتحويلها إلى أدات سلام مظلات وهناجر وأسرة نوم وموانع على أسوار المنازل وأعمدة خيام وأركان منازل استخدامات لتلك الأدوات المصنعة من مخلفات الحرب التي يعدها بشغف هذا الشاب الذي يتطلع إلى حماية البيئة ويستغل هذه المخلفات ويتحضى الصعاب ويكسر اليأس المستشري بين أجلال المجتمع في ظل الحرب الدائرة في البلاد منذ ست سنوات اشتركوا في القناة